وألف صحة وهنا وإن شاء الله بنشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة مع السلامة مرحبا فيكم أعزائي المتابعين كيف كون؟ يا ربي تكونوا بخير اليوم أكلتنا هي تارت بحشوة المربا والتوت بيلزمنا لهالوصفة 250 جرام زبدة بحرارة الغرفة عم نزل هلا ملعقتين كاكاو محلة تيكون سادة فيكون نيسكويك أنا هون استعملت كاكاو نيسكويك محلة هلا عم نخفقون ليتميزجوا مع بعض كتير منيح اغفضوا بهذا الشكل بهايدا القوام ده اللي بنخفقون اللي يصيروا بهيدا القوام هلأ بدي نزل نصف كوب سكر نعمل حبيبات و 8 جرام زرف فانيليا نخلط المواد مع بعضها ليمتزجوا ويتجانسوا مع بعض و هلأ بدنا ننزل 500 جرام تحين مننخله نقبل حتى نتخلص إذا فيتك كتولات أو أي شيء بالتحين مننخله أفضل و هلأ بدنا ننزل 414 جرام باكين باودر خميرة الحلويات و عندي هون رشة ملح هلأ نعجنون لا يمتزجوا ينخلطوا كلهم مع بعض ينخلطوا كلهم مع بعضها هلا هون بدي نزل تقريباً ربع كوب كريمة سائلة إذا مش متوفر فيه حط حليب الواحد نزل حليب بدل الكريمة السائلة هلا أمنع جنون لنحصل على هيدا القوام عجنة هون هنحصل على هيدا القوام هلا بدي قيم قصم من العجينة بحطوه بالفريزر لمدة عشر دقائق يعني تقريباً ربع ربع العجينة شلنا بحطوه بالفريزر من ربع ساعة عشر دقائق لربع ساعة بالمجمد أو الفريزر وهلا هون بتركها ترتاح شوي عندي هون قالب التارت عندي قطعة زبدة رح ادهن القالب بالزبدة وهلا بدي مد العجينة بالقالب هلا بكمل بقي الكمية بقي العجينة كلاب بمدة ترجمة نانسي قنقر 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 وهلا بدي اجيب المربع ادهن على وجه القالب التارت هيدا المربع انا عملته بالفيديو السابق هلا من ندهان المربع الوجه وعندي هون توت كنت حطته بالفريزر هيدا زوج شخصي للي بحب حبيت اني حط توت مع المربع هلا منكمل عفوا منكمل باقي الكمية كلياتها هيدا حبيت التلج ما منزلته هيدا حبيت التلج هلا هيدا القطع اللي حطيناها بالفيديو طلعناها طلعنا بدي ابشرة فوق قليب التارت بدي ابشرة 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 اشترك بدي ابشرة